قبل أن تعرف الأرض حدودها وقبل أن تشكل الجبال قممها عاش على هذه الأرض أقوام عاصر أول الأنبياء وحملوا رسالة السماء ولكن هل تساءلتم يوماً كيف بدأت الفتنة الأولى بين بني آدم؟ كيف تجرأ أول إنسان على ارتكاب أبشع جريمة في تاريخ البشرية؟ وكيف بدأت المعاصي تنتشر بين الناس بعد عهد النقاء؟ في هذا الفيديو سنروي لكم القصة المثيرة لنبي الله شيث عليه السلام وكيف واجه فساد قوم قابيل وأسرار خطيرة عن إدريس عليه السلام الذي رفعه الله مكاناً علياً؟ استعدوا لسرد يأخذكم إلى أزمنة غابرة مليئة بالأسرار والمفاجآت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بك يا صديقي ألاحظ أنك تشاهد فيديوهاتي كثيراً وهذا يسعدني جداً إذا كنت تستمتع بالمحتوى اشترك الآن ودعمنا حتى نتمكن من تقديم المزيد من الفيديوهات ولك الثواب في انتشار هذه الفيديوهات لا تتردد انضم لعائلتنا بعد أن ارتكب قابيل جريمته الشنيعة بقتل أخيه هابيل بسبب الغيرة والحقد اختار الهروب مع زوجته بعيداً عن الجبال حيث عاش مع قومه في السهول ولكن الله تعالى لم يترك آدم وحواء عليهما السلام في حزنهم فوهبهما ولداً صالحاً أسمياه شيث عليه السلام وهو تعويض إلهي ورحمة منهما وكان شيث رمزاً للبر والصلاح حيث ساعد والده آدم عليه السلام في الدعوة والنصح والإرشاد لبني آدم الذين تكاثروا وانتشروا في الأرض عاش آدم عليه السلام قرابة ألف عام وخلال هذه الفترة رأى من ذريته أجيالاً عديدة وقد علم شيث عليه السلام ما كان لديه من علم حيث أصبح شيث عليه السلام أول نبي بعد والده يحمل على عاتقه مسؤولية قومه وأبنائه وعندما دنت ساعة وفاة آدم عليه السلام أوصى شيث عليه السلام بأن يتولى أمور قومه وأبنائه وأن يحافظ على ما علمه وأن يتجنب إخبار قابيل الذي كان لا يزال يحمل في قلبه الغيرة والحقد توفي آدم عليه السلام ودفنته الملائكة وتولى شيث عليه السلام زمام الأمور داعياً قومه إلى عبادة الله والالتزام بشرعه وبعد مرور عام توفيت حواء عليه السلام فقام شيث بدفنها بنفس الطريقة التي دفنت بها الملائكة آدم عليه السلام ومن هنا بدأ شيث عليه السلام يدعو الناس إلى دين الله ويبين لهم الحلال والحرام وقد أنزل الله عليه خمسين صحيفة تتضمن تعاليم وأحكاماً ليتبعها الناس رأى شيث عليه السلام الفساد يتفشى بين قومه وسوء الأخلاق والسلوك ينتشر بينهم فحضر الاختلاط بين الرجال والنساء وحافظ على طهارة الدين وأخلاق المجتمع وبنى شيث عليه السلام الكعبة بالحجارة والطين وظل يحج ويعتمر في مكة حتى وافته المنية ولكن بعد وفاة الشيث عليه السلام لم يبعث الله نبياً مباشرة وبقي الناس يتبعون شريعته وشريعة والده آدم عليه السلام ومع غياب الأنبياء بدأت البشرية تنسى عبادة الله تعالى ووجد الشيطان فرصة لنشر المعاصي بين بني آدم مستغلاً قوم قابيل في السهول الذين كانوا يميلون إلى الباطل تشكل الشيطان لهم في صورة غلام وعمل أجيراً لدى أحدهم ثم بدأ يبتكر لهم أموراً غريبة ويصنع أشكالاً مختلفة من الملابس وأقام الشيطان لهم عيداً يجتمع فيه الرجال والنساء واخترع لهم مزماراً يعزف عليه بألحان لم يسمعوا مثلها من قبل انتقل الصوت إلى الجبال حيث كان يعيش قوم شيث عليه السلام فلفت انتباههم ودفع البعض منهم إلى الاقتراب من ديار قوم قابيل مراقبين ما يجري من بعيد وفي إحدى المرات تسلل رجل من قوم شيث عليه السلام إلى ديار قوم قابيل أثناء عيدهم فاندهش من جمال نسائهم وطريقة تبرجهن إذ كانت نساء السهول من قوم قابيل حسناوات الوجوه بينما كان رجالهم دماميم في المقابل كان رجال الجبال من قوم شيث عليه السلام وسيم الملامح بينما كانت نساؤهم أقل جمالاً عاد الرجل إلى قومه وأخبرهم بما رأى مما أثار فضولهم ودفعهم إلى الاختلاط بقوم قابيل والافتتان بنسائهم فكانت تلك بداية أول فاحشة زنى في تاريخ البشرية بعد حادثة اختلاط قوم شيث عليه السلام مع قوم قابيل في عيدهم بدأت الأمور تتدهور بشكل سريع كان الفساد الذي زرعه الشيطان في نفوس قوم قابيل ينتشر كالنار في الهشيم النساء المتبرجات والرجال المتساهلون في دينهم أصبحوا نموذجاً للفتنة التي اجتذبت ضعفاء الإيمان من قوم شيث عليه السلام هؤلاء الضعفاء الذين لم يتمكنوا من مقاومة شهواتهم وغرائزهم بدأوا يهجرون الجبال التي كانوا يعيشون فيها مع المؤمنين ويتوجهون نحو السهول حيث يعيش قوم قابيل في السهول كانت الحياة تبدو أكثر حرية ولكنها كانت غارقة في الفساد نساء السهول كنا يتميزن بالجمال الفاتن والرجال هناك كانوا يعيشون بدون أي ضوابط دينية أو أخلاقية هذا الجو المشحون بالفساد أغرى ضعفاء الإيمان من قوم شيث عليه السلام فأخذوا ينخرطون في تلك الحياة المنحلة شيئاً فشيئاً كانت هذه الهجرة أشبه بجسر يعبر من خلاله الفساد من قوم قابيل إلى قوم شيث عليه السلام ومع مرور الوقت لم يعد الأمر مقتصراً على انغماسهم في الفجور والفساد بل بدأوا يجلبون هذه العادات المنحلة إلى ديار قوم شيث عليه السلام الفجور والفساد الذي كان يعم السهول بدأ يجد طريقه إلى الجبال بدأت تسمع أصوات الموسيقى الصاخبة في الليل وظهرت مشاهد من التبرج والسفور في أماكن كان يسودها الورع والتقوى أصبح الفساد ينتشر مثل وباء ولم يعد هناك مكان آمن يلتجئ إليه المؤمنون عندما أدرك قوم قابيل أن الفساد بدأ يجذب المزيد والمزيد من قوم شيث عليه السلام لم يكتفوا بذلك بل شرعوا في مهاجمة المؤمنين في ديارهم كانت هذه الهجمات غير مبررة ولكنها كانت تعبر عن الحقد المتأصل في نفوس قوم قابيل تجاه أولئك الذين لم يسقطوا في مستنقع الفساد كانوا يهاجمون القرى المسالمة يقتلون الرجال ويأسرون النساء والأطفال محاولين فرض أسلوب حياتهم المنحرف على الجميع المؤمنون من قوم الشيث عليه السلام وجدوا أنفسهم محاصرين بين الفساد الداخلي والهجمات الخارجية كان عليهم أن يواجهوا ليس فقط الشهوات والغرائز التي بدأت تسيطر على بعضهم بل أيضا العنف والقتل من قوم قابيل لقد تحولت تلك الفترة إلى واحدة من أكثر الفترات ظلما وفسادا في تاريخ البشرية حتى بدأ أن لا مخرج من هذا الوضع المأساوي إلا بتدخل إلهي يعيد الأمور إلى نصابها وينقذ ما تبقى من المؤمنين الصالحين في خضم هذا الفساد أرسل الله تعالى نبيه إدريس عليه السلام وهو إدريس بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم جميعا السلام وقد ولد إدريس عليه السلام في حياة آدم عليه السلام وعاش معه مئة وعشرين عاما كان إدريس عليه السلام رجلا زاهدا كثير العبادة والتأمل في خلق الله وكان يعرف بقدرته على حل الأمور الصعبة وكان الله قد أكرمه برفعه إلى مكانة عليا إدريس عليه السلام كان أول من شرع القتال في سبيل الله وأول من حمل السلاح وقاد الجيوش لمحاربة قوم قابيل هزمهم إدريس عليه السلام وأعاد الأمن والسلام بين المؤمنين وكان إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم وكتب وعلم الناس الكتابة وهو أول من خط الثياب ووضع الميزان والمكيال وتعلم علم الحساب والفلك وأكرم الله إدريس عليه السلام بأن رفعه إلى السماء الرابعة حيث التقاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وجاء في بعض الروايات الإسرائيلية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث عنها دون تصديق أو تكذيب أن إدريس عليه السلام طلب من الله زيادة في عمره ليزداد أجره فحمله ملك على جناحه إلى السماء الرابعة حيث التقى ملك الموت وهناك قبض الله روح إدريس عليه السلام وفي النهاية نشير إلى أن هذه الروايات أغلبها من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتكون دائما على الطلاع بآخر محتوياتنا دعمك يعطينا الدافع للاستمرار وتقديم الأفضل شكرا لمشاهدتك ونراك في الفيديو القادم